عقادت اللجنة المكلفة متابعة شؤون المتضررين في انفجار الأشرفية الشيماعا في مكتب النائب من شيل فرعون بحضور العائلات المتضررة في شارع إبراهيم المنذر وأكد المجتمعون أن ترميم جمعية فرح العطاء الأقسام المشتركة في الأبنية المتضررة إلى جانب جمعيات أخرى لا يعود عن مبدأ مسئولية والتزام الدولة في التعويض عن الأضرار كذلك تم التداول في الإجراءات التي تخذتها وستتخذها بلدية بيروت لترميم الشارع ودرس مشروع خاص به إلى جانب المساعدات التي دفعت وستدفع الأسبوع المقبل للعائلات المتضررة